ناقش اجتماع موسع بوزارة الداخلية بالعاصمة المؤقتة عدن تفعيل الهيكل التنظيمي وآلية تنفيذه وإعداد مصفوفة البيانات للوزارة وأوضح وزير الداخلية اللواء الروكن إبراهيم حيدان أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي في سياق خطط وبرامج الوزارة بهدف إعادة بناء العمل المؤسسي باعتباره الهيكل التنظيمي ويمثل العمود الفقري الذي ينظم عمل الوزارة وتنفيذ آلياته من أجل النهوض بأداء قطاعاتها ووحداتها وبما ينسجم مع ما تمخض عنه اتفاق الرياض لما فيه مصلحة الوطن والمواطن في آن واحد وتطرقت عدد من قيادات الوزارة إلى أوضاع قطاعاتها وشؤونها والجهود التي تبذل والصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل والمعالجات المطلوبة وجرى مناقشة إعداد مصفوفة البيانات واستحقاق التقيات لأفراد وضباط ومنتسبي الوزارة لما يمثله نيل هذه الحقوق من أهمية قصوى لتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أبناء اليمن عامة ولما من شأنه تمكينهم من تنفيذ مهامهم والقيام بها على أكمل وجه انطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقات على عاتقهم والمتمثلة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز السكينة العامة للناس والسلم الأهلي والاجتماعي وحماية الممتلكات العامة للوطن والخاصة بالمواطنين وحماية أرواحهم واستتباب الأمن في جميع مدن ومناطق المحافظات المحررة وشدد على أهمية تطبيق النظام والقانون وتحمل المسؤولية الملقات على عاتقهم وسعي قيادات وضباط وصف ضباط وأفراد وزارة الداخلية بالعمل على رفع هيبتها من أجل نشر الأمن والاستقرار والعدالة والسلم في ربوع الوطن ترجمة نانسي قنقر